قال اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية إنه تم صياغة تعديلات جديدة على قانون الجنسية تحسبا لاستغلال بعض الوافدين إلى البلاد من الدول غير المستقرة أمنيا بعض النصوص في قانون الجنسية لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة وأشار اللواء أحمد الأنور أن الفقرة الخامسة من المادة السادسة عشر من القانون رقم ستة وعشرين لسنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين تنص على سحب الجنسية في حالة صدور حكم قضائي بسبب انضمامه إلى جماعة أو جهة أو منظمة سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة